اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عند قيم معينة يعني مثلا بيقول أنا في عندي أول الشي في عندي معايير في عندي قيم هدا منكم يعرف شو الفرق بين المعايير وبين القيم شو الفرق بين الستاندرد المعايير وبين القيم شو هي القيم أول شي شو هن الـ أعطوني مثل عن شباليو معين مثلا يعني مثلا الحاجات ربنا عليها زي الأخلاق زي الصفات حاجات مفروضة علينا يعني مفروضة علينا أو نحن نحب نعملها ونحس يعني اللي لازم نعملها منطقية يعني شيء أخلاق يعني شيء من مثلا عدم الكذب الحاجات يعني الكيب أوكي تعرفوا أن كل إنسان مظبوط اللي عم تقولي هذا كل إنسان عنده مجموعة من الأيام ومفي إنسان يكون في إنسان يمكن حنان عنده مجموعة من القيم معروان عنده مجموعة من القيم Buch無 way هذا ما بيعني إذا لما كان حنان ومروان عنده النفس التراتبية بالقيم يكونوا هموني كمان نينيتون غلط أو واحد منه نغلط أو واحد منه نionesيح واحد منه مstellenح motivo فريد ايكي هلأ أنا اخترت مثلا 중에 4 صفات أو معايير بحياتكم كل واحد منكم عنده إيمة معينة وكل واحد منكم بيحط تراتبية معينة مثلا للفن للعائلة للصحة للأصدقاء بعد فينا نحط شيء إذا بدكم ممكن كمان من القيمة اللي أنتوا بتحبوا تشتغلوا فيه يعني مثلا في كل واحد منكم يعطيه تراتبية معينة وهذا راح بتشوفوا أنه كل واحد هيعطيه تراتبية مختلفة للقيمة ليش؟ لأنه بالنسبة لأله براسه هيك بيكون مرتاح أوكي أصدقاء أوكي هايدي أول حاجة العيلة العيلة أوكي وبعدين الأصدقاء أوكي الراحة الشخصية الفن الصح شفتوا كيف اختلفت هلأ هيختلف أكتر مروان العائلة العائلة الفن الفن الصحة الفن الفرحة الشخصية أصدقاء أصدقاء رفايل العائلة الأصدقاء الصحة والراحة الشخصية الفن حنان العائلة الرحة الشخصية الفن الصحة الأصدقاء ناسي العائلة الصحة ناسي الصحة الصحة صحة اصدقاء رحة نفسية الفن حسنا، دعني أسأل محمد، محمد، لماذا الفن يأتي بالمرتب الرابع برأيك بالنسبة لألاك؟ نحن قلنا الأولويات طبعا، أولوياتك الشخصية، حسنا، بالنسبة لي، لو الصحة والعيلة والراحة النفسية الثلاثة الموجودين لا يوجد فن، لا أستطيع ردي في الفن، لا أستطيع أن أكون مهتم بالفن أو أستطيع ردي فيه، لو لا يوجد في الأول حسنا، هذه السؤالة التي تقولون مروعا، أريدكم أن تفكرون فيه، أنه هل القضوة الفنية أيضا قضوة اجتماعية وإنسانية؟ أم أنه يكون شخص صوته كثير مهم، صوته عظيم، وإحساسه عظيم، وتلاقوه مثلا منغمس بمشاكل ثانية يبين أنه إنسان، بيشوي صوته شوي، لكن بيبطل ورده خلق، يعني هلأ كمان بيرجع هيدا بتكون تنتبهوا للجمهور، يعني لأنه أنا عندي كل حدا في عندي أوديونس لألو، صح؟ في عندي أوديونس، في عندي جمهور، نحن بطبيعتنا والجمهور العربي، جمهور بيعتمد كثير على المشاعر، بيبنى نشوف، مش بس القيم يلي نحن عنا إياها، كمان قيم الجمهور يلي عم بتوجهه، لأنه فيني أنا اليوم اتوجه لجمهور، عنده قيم مثلا العيلة رأم واحد، ما فيه أجي أقل له أنا أجي شو بيقوله، إنزع هيدا القيمة، صورة اللي أنا بعرفة عن حالي يعني في شي حنان أنت بتعرفي عن حالك ما حدا بيعرفه في الصورة يلي الناس تعرفني فيها وهيدي هوني في كتير مشكل إذا هيدا الصورة كانت بعكس الصورة اللي أنا عم حاول إظهارة للناس عشانك اليوم بتشوفوا بعض الفناين تقول يا عمي أنا عملت هيك لك أنا قلت هيدي الكلمة لأنه فكرت أنه رح رح هيك تعمل هيدا الأفا يقول لك لا يا عمي الناس عم بيقولوا عنك أنك أنت هيك لحظتوا الفرق سو بتكون تنتبهوا أنه في عندي أنا هالثلاث أوجه هؤلاء ثلاث أوجه يجب أن تنتبه في الإشياء اللي أنا بعرفة عن حالي ويلي أنا بقرر أيما تبدي بدي الناس تعرف عني أو أيما تبدي الناس ما تعرف عني لما عم بتواصل إن كان عبر الميديا إن كان عبر السوشيال ميديا أو الميديا يعني الانلاين أو الافلاين بكرة بدي أعرف أنا من خلال التواصل اللي أنا عم بعملوا بدي أعرف أنا أي خطاب عم بطرحوا للناس وبأي دور أنا عم عم طل هلأ رح أحكي عن أربع أدوار نحن منعيشهم اجتماعيا وممكن نعيشهم كمان من خلال دورنا بكرة بالمجتمع أي مروان مستاذ سوري هيك شخصية أنت بتعدى قوية ولا ضعيفة مثل شو؟ اللي بتلعب دور الضحية أكيد اللي بتلعب دور الضحية هو شخص ضعيف لكن اجتماعيا مرات الناس بتتفاعل كتير مع دور الضحية شو بدك بالناس اللي شو بيعتبروا هو الإنسان ضعيف بس بيوصل لهدف أنا بشوف الأشياء دايماً من بعيد أنا ما بحب كلمة صح أو غلط ما بحب كلمة منيح أو عاطل بحب شوف الأشياء حتى إذا بدي قد القصائص الاجتماعية من خلال شو تأثيرها على الناس إذا أنت هيك بتعتقد بس تفكر فكر كم مرة بتفكر بحالك بشي بدك تقوله ترجع بتقول لا هذه الكلمة أنا ما في دعي إليها لمروان رح قلو إليها بس بهذه الطريقة هيدا اللي قصدتو ما معلتا أنك أنت تكذب برجع بقلك ما معلتا ضد المجامل أنا ضد يعني هي هيدا بس أنا شو ما كان بس ابعد عنها للطريقة بس الدبلوماسية مننا مجامل بس هيدا اللي عم بيقول لك إنه حكي معه بس دو يعني في كتير عالم ما بتعرف شو معنى الدبلوماسية في عالم بتلك أنا دبلوماسية بس هي عم تكسب مصلحة بس هي عم تكسب مصلحة يعني عليك صح طبعنا ليش بدي كون هيدا بس ما فيك أنت بحياتك ما تكون ما فيك تكون مي ما فيك ما تكون كذاب يعني من نوع ما من كذاب أكتر من أنك أنت بمشي الأمور يعني عليك إذا كنتم اللي عم تقولوه أوثنتيك وجنوين وصادق رح يوصل للناس اللي بتحب هذا النوع بس كما تتأكدوا شغلي تاني أنه مرح فيكم تقلوا كل ناس تحبكم صح طبعا هناك ناس بتحب هالكاركتور هناك ناس بتحب هيدا الكاركتور المهم تعرفوا للناس اللي بتحبكم توصلوا لها بالطريقة الصحية صحيحة شكرا شكرا أجل رح أنت حسنا شكرا ترجمة نفسك لن نتعرف لن نتعرف لن نتعرف شكرا شكرا زفايال محبت اشتركوا في القناة